بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وما زلت مسيرتنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا بنغرأ في أنوار سرطو صلى الله عليه وآله وسلم فتتكشف لنا الحقائق في حياتنا وخاصة في حلقة النهاردة وإحنا بنتكلم عن معنى مهم في حياتنا في كتير من الناس بيغفلوا عنه هو معنى الذي يتكلم على إن الحياة ما بتدمش على حال واحدة الحالة ينفوق ويمتحد وهو الكلام إزاي هنقدر نتعامل مع الإخفاق فبتروا الأخبار من شأن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان يملك ناقة اسمها العطباء وكان أمرها عجيب معلوم إن العطباء دي من أسرع النوق التي لم تسبق ما فيش ناقة سبقة العطباء والأمر ده فضل لمدة طويلة لغاية ما جي في يوم أعرابي قدم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي عشان يقابل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسأله في بعض شؤونه وكذلك عندهم طلبات ياخد بلغة عشان يمشي بيها في حياته وكانت عندهم عدم اتبع أن الأعراب يقدموا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لدركة أن بعض الصحابة كان بينتظر الأعرابي ليجي لحضرة النبي عشان يسأله السؤال لأن الصحابة كانوا بيستحوا أن يسألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتحيانوا الأعرابي الحكيم اللي يأتي ليسأل حضرة النبي عشان الصحابة يتعلموا وفعلا جئ أعرابي وتجاذب الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعرفش إيه الأمور اللي تكلموا فيها تكلموا في أمور كثيرة لغاية ما وصل الكلام وهم بيتكلموا وكانوا من عددهم أنهم يتكلموا عن الحاجات اللي بيهتم بها العرب العرب بيهتموا بالصحراء ويهتموا بالنوق لأن دي سفينة الصحراء فوصل الكلام لغاية ما جاء ذكر العطباء اللي هي ناقة حضرة النبي وإزاي هي متميزة فكأن الكلام من الأعرابي كان عنده رغبة وحضرة النبي بيجبر الخاطر دايما كان عنده رغبة أن يحصل منافسة ما بين العطباء وما بين ناقة هذا الأعرابي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش ما يجبرش خاطر هذا الأعرابي فإنه حصل فقابل أن يكون فيه منافسة فطار الخبر في المدينة من أن فيه منافسة فريدة تحصل إيه المنافسة لا تحصل؟ ما بين العطباء وما بين ناقة هذا الأعرابي مجتمع الناس في الميدان المعروف اللي بيتم فيه السباق عشان يشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعتلي العطباء وبجواره الأعرابي على ناقته اليافعة والكل في حال الترقب ويرهاف للسمع لإشارة البدء وبدأ السباق لتنطلق الناقتان بكل ما تملكاني من قوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يحص العطباء كي تسرع ويبدو أن الناقة اللي كانت عند الأعرابي كانت أقل سنا وأكثر حيوية ما جعل المسافة بين الأعرابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم تتقلص حتى استطاع أنه يتجاوز ناقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى السباق على غير المتوقع من المسلمين انتهى السباق بفوز الأعرابي واشتد ذلك على المسلمين فلما رأوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حضرة النبي قال لهم هو إيه اللي حصل فقال لهم ما لكم قالوا يا رسول الله سبقت العطباء فهم زعلنين يعني العطباء دي حاجة من ريحتك حضرة النبي وسبقت ما كناش منتظرين دي العطباء دي ما كانش حد إسباءها أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة التي لابد أن نضعها على قلوبنا قال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على أن الدنيا تستمر ولا تتوقف وعلى أن الدنيا دول وأن الحياة لا تتوقف عند حال واحدة حضرة النبي هنا بيعلمنا حاجة مهمة أوي أوي من هذا من هذه القصة يعني هذه السيرة سيرة حضرة النبي تأتينا بحاجة مهمة كلنا محتاجنا اللي هي إيه كل الناس بتحب دايما تتكلم عن إدارة النجاح والإنجاز لكن مهمة أول إن إحنا نتعلم إدارة الإخفاق يعني إيه إدارة الإخفاق إن الواحد فينا إذا ما أصلش الهدفه وما أقدرش ينجح إزاي يدير هذه اللحظة أول حاجة حضرة النبي بيعلمهن إن إحنا ندير الإخفاق بالحقائق إن إحنا ننتلق من الحقائق حضرة النبي بقول لهم ما لكم قالوا سبقة العرباء ثم طبيعي فرح أقول لهم حقيقة إن حقاً على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا ماذا؟ إلا وضعه طب ليه؟ عشان الدنيا تستمر والحياة تجدد ونحس بنعم الله سبحانه وتعالى ولذلك مسألة إن الإنسان يخفق عامل زي بالضبط زي الإنسان لما يحصل له بعض الطاعة معصية فيقول سيد بنعطاء الله السكندري معصية أورثت زلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً يبقى الإخفاقات جاية في حياتنا عشان نعيش التوازن التوازن ما بين الإنجاز اللي الإنسان فيه ممكن يتكبر يحس بحوله قوته وبين الإخفاق اللي الإنسان فيه يحس بانكساره لله سبحانه وتعالى يبقى الإخفاق ده لازم نتعلم أن الإخفاق ده أحد أهم مجددات الشغف الإنسان لازم يبقى عنده شغف فلما يحصل له إخفاق يحصل له شغف وحب وإرادة الإنسان لما بيضطر لما بيبقى يفضل على حال واحدة يمل ويسألوا الناس اللي هم عندهم ما بتتغيرش حياتهم ما عندهمش منافسين فإن اللي يحصل يحس بملالة ويحس بأنه خلاص ملك كل حاجة فيحس بإيه حوله قوته ولا والحقيقة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله عارفين مسألة الإخفاق إيه أهميتها كمان ما بين زي ما بيقولوا كده ما بين الخطأ والمحاولة تنشأ الخبرة وينشأ النضوغ ولذلك إلا حاصل هذا الأمر اللي إحنا لابد إن إحنا نديره هو حدث النبي هنا في الحديث بخنا في دايرة دايرة إيه؟ ما من شيء أن يرتفع إلا وحقنا على الله أن يضعه ثم يرتفع ثم يضعه فنظل في حالة إيه؟ في حالة الخوف والرجاء مع الله سبحانه وتعالى ونفضل طول الوقت بنطور في نفسنا لو الإنسان ما حصلوش إنه أخفق مش هيطور من نفسه ولذلك لازم نتعود على إن إحنا الإخفاق هذا له نداء واحد هلهم حي على التطوير يبقى الإخفاق هنا ماذا؟ بينادي على الإنسان عشان يتطور ولذلك حضرت النبي لما قال هذه الحقيقة لما قال هذه الحقيقة أراد من الصحابة إنهما يتنبهوا إنهما يحزنوش لكن يطلبوا إنهما يتطوروا ويتحسنوا لإني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يومه كأمسه فو مغبون فحضرت النبي دايما بيكلمه عن التطوير وذلك احنا بنفهم سرته صلى الله عليه وسلم كلها كأنها كالكلمة الواحدة طيب نعمل إيه عشان نستفيد أعظم استفادة من كلام حضرت النبي إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه نعمل إيه نعمل كده؟ نعمل ثلاث حاجات في إدارة الإخفاق أول حاجة لازم نعرف أني زي ما قلنا ما بين المحاولة وما بين الخطأ بتأتي الحكمة تأتي الحكمة في إيه؟ تأتي الحكمة في أنني في أي شيء قصرت في أي شيء كانت لابد أن أهتم هل كنت قرار الدخول في المسابقة كان قرار صحيح ولا كان قرار خطأ؟ طب أنا لما دخلت وعندي هذا القرار احتمال الخسارة ده ده احتمال وارد في البشر وهل هو احتمال الخسارة ده نهاية العالم؟ آبادا يبقى لازم أول حقيقة نتعلمها أن الخسارة ليست نهاية العالم الخسارة باب للعبرة وفهم الإشارة يبقى الخسارة باب للعبرة وفهم الإشارة إيه اللي حصل؟ أن الله يقول لك يا عبدي هل لا تعلقت بأهداف رحمتي علّى فهمت ما قاله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه يبقى نعمل إيه نرجع تاني لمعايير جودة أعمالنا إذا كنا عايزين نتعلم من هذا لازم نتعود حاجة مهمة أوي لازم مش نتصالح مع الخسارة لكن نتصالح مع التجربة أنا أستاذ اللي علمني الإدارة كان بيعدلي درجات على كل على عدد المرات اللي أنا بحاول فيها ليه؟ لأنه بيعتبر أن كل مرة بحاول فيها مرة بتخرجني من العجز ومن اليأس ومن الكسل ومن عدم فاهم الحقيقة فكل مرة أنا بندج وعشان كده تعودوا على ده تعودوا مش إنكم تتصالحوا مع الخسارة والإخفاق لكن تعودوا على أن الإخفاق ليس النهاية ولكن الإخفاق بداية التطوير فعشان كده عودوا أولادكم على ده ما تخلوش أولادكم فكرة أنه لازم يوصل إلى النجاح من أول مرة بلاش حاولوا تترفقوا على أولادكم في ده فنصحتي للأباء والأمهات ترفقوا بأولادكم بلاش الطريقة دي الطريقة دي بتخلي الأولاد يجذبوا يهربوا يخافوا يقلقوا وده ما بيخلهمش يبدعوا فعايزين نبدع لو سمحتم حاولوا تتصلحوا مع أن الإخفاق يأتي بمزيد من التجربة دي أول حاجة نغير المفهوم ده اللي عندنا تاني حاجة المهمة نحن نعمله إن إحنا إذا أخفقنا لابد أن نطلب المساعدة إذا طلبنا المساعدة إيه اللي حاصل تنضم خبرة إلى خبرة ومعرفة إلى معرفة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لو أخفقنا مع أولادنا وما قدرناش نوصلهم للقيم اللي إحنا عايزينها نسأل أهل التربية إذا أخفقنا في حالتنا في حياتنا الأسرية نسأل أهل الإرشاد الزواجي إذا أخفقنا في علاقتنا مع الناس نحاول نطرب أسلوبنا ونتعلم كيفية التواصل الصحيح الإخفاق فرصة وليس نهاية وآخر حاجة لازم نتعود عليها إن كل ما حصل لنا إخفاق بيؤذن مؤذن يا عبدي أذن مؤذن الافتقار إلي فافتقر تنتصر وافتقر تكن من أهل الغنى إن الله ما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلا لتسمع قوله أليس الله بكاف عبدة وتسمع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول لنا ماذا؟ أننا إذا استغنينا بالله سبحانه وتعالى نكون من الأغنياء وهذا هو فلسفة وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ومن الرضا بأن بما قسم الله لك أن ترضى بأن تبدأ بما قسم الله لك وتطوره وتستثمره يا رب اجعلنا دايماً من أهل الحكمة وفهم أن الإخفاق ليس للتعذيب ولكن للتهزيب وللتطوير يا رب اجعلنا دايماً من أهل الترقي وجعلنا دايماً في إيد حضرة النبي ينور لنا حياتنا بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومشاركتكم واللي دايماً بتكون حلقة واصل بنا وخاصة في الشهر الكريم اللي مليان أسئلة ومليانة كمان تواصل ومعنا أول سؤال من السيدة أم زياد من بني سويف سلام عليكم عليكم سلامة طلابكات نعم الحمد لله فضلي الحمد لله معلسة أستاذ حضرتك هو أنا زوجي كان معاه مبلغ من المال كان شايله في البيت ما كناش منطلع عليه زيكا ما كناش نعرف يعني هو كان بلغ النصاب ولا آه هو كان بلغ فبعد كده عشان نعرف المعاد يبقى ثابت بالنسبة لنا قلنا نطلع في رمضان وبدأنا كل سنة نطلع في رمضان يلا توقعنا على الله جينا السنة دي السنة اللي فاتت زودت على المبلغ وعملته شهادة في البنك طيب الشهادة طبعا ما ينفعش أن أنا أكثرها فالسنة دي المفروض أن إحنا المبلغ اللي هيطلع الذكب عليه كبير مش الإمكانيات دلوقتي مش سامحة أن إحنا نطلعه معايا أنا الربح اللي بيطلع كل شهر بيدخل في مصاريف البيت يعني مش بدنا تداخله أعمل إيه في المفروض يطلع أقول لحضرتك دلوقتي حالي بس يا سيدي إحنا أنت بدل بتصرفي من الريع هذه الشهادة أنت عطلعي عشرة في المية من هذا الريع مش عطلعي اتنين ونصف في المية على المبلغ وعلى الريع وفي نفس الوقت كمان حاجة مهمة قوي أن أنت بيطلعي العشرة في المية دي كل ما يجيلك الريع يعني سواء هيجيلك كل شهر أو هيجيلك كل تلت شهر أو هيجيلك كل ست شهر أو حتى هيجيلك كل سنة أنت هتطلعي إمتى؟ أول ما يجيلك الريع بيطلعها عشرة في المية جالك سبعة تلف طلعي سبعمائة جنيه كل ما يجيلك الريع ده وده شيء مهم جدا لازم نعرفه أمر الثاني أن أنت لما حولتها إلى شهادة لازم نحسن أنت خلاص بقى هو دوة الوعاء الزكاة وبتاعك يبقى تطلعها عشرة في المية من الريع كل ما يجي لك الريع ده خلاص يا موزياد هو دي الطريقة اللي أنت تطلعي بها الزكاة عشان أنت حططيها في شكل شهادة استثمار معانا مشريف السيدة مشريف السلام عليكم عليكم السلام عليكم وتفضل لي يا فانت ما عليش أخد من وقت الحلقة شوية مش شوية كتير احنا على الهوى لا عليش تفضلي مش دلوقتي أنا واخوية متخنقين طيب بنته تعبانة نفسيا جاي بيقول سأل شيخ وكده أنا عملها لها عمل طيب وأنا قاعدة ما بقومش يعني أنت مريضة ولا إيه ربنا يتيجي الصحة ويجمع لك بين تمام الأجر والعافية طيب بيعمل على واخوية هو بيدعى عليك هو بيدعى عليك أن أنت عملها لعمل هو بيدعى عليك أن أنت عملها لعمل عملها لعمل بتوقفي توقفيها في الجواز يعني ولا إيه لا عيات وحلاء نفسية طيب وايس يبقى أنت هو بيدعى إيه ده أنت عايزة تسألي بقى أي حكم ده أو طيب هو الموضوع خلسه بوس يا ستي ده الادعاء دوت الافتراء ده نوع من أنواع الظلم فالكلام دوت ده ظلم والظلم وظلمات من يوم القيامة والظلم من الكبائر بلاش الطريقة دي بلاش الطريقة دي اللي هو اتهام الناس بالباطل لأن اتهام الناس بالباطل مش هيغير من الواقع حاجة والبنت لو كانت عندها أي نوع من أنواع الاضطراب على طول ناخدها وإن نوديها للدكتور لأنه هو دوت الحل مش الحل إن احنا نقول إن ده أمر غير طبيعي وبدل أمر غير طبيعي يبقى نزب الحاجات الغير طبيعية يبقى فيه سح موضوع اللي بوص حياة ناس كثيرة وتأخر الناس في العلاق لغاية ما الأمور تعقدت تعقدا شديدا فلذلك نصحتي لأخو حضرتك إنه يتقل الله سبحانه وتعالى وما يرميش الناس بالباطل وفي نفس الوقت يروح ويعالج بنته عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من الذين يرعون أولادهم ويدخلون في رضا الله سبحانه وتعالى برعايتهم لأهلهم معانا مين الحج حسين معانا شحات حسين أه أهلا وسأنا بحج شحات أهلا بك يا فان تفضل يا فان أنا عندي ولد ربنا أكرمني بي من عنده سبع شهور وأنا كافله نعم وعنده الوقتي تلاتة وعشرين سنة نعم أنا ربنا أكرمني إن أنا بعمل ذكات المال وهو عمل له حساب في البنك نعم أنا بطلع ذكات المال بتاعته ليه بطلعها من جيبي أنا عشان مش عايز أجرحه أجرحه فلوزه يعني طيب ربنا أديك الصحة ويجعله في ميزان حسناتك وربنا يجعله وربنا يجعله ويجعله 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 طيب يا سيحة أنا برادي مات أنا برادي مات في سنة دي فات في فسح الجنات إن شاء الله حاج شحات طيب أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك وكأنك حضرتك بتسألني حاج شحاتك إن أنت بتدفع ذكات مال ابنك ذكات مال المكفولك إن أنت بتدفع له ذكات المال دي بدلا عنه لا ده حاجة من البر وحاجة من من عظيم من عظيم تولي ومن عظيم العمل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى يكتبه وليك بالخير كله يعني أنا لو واحد جه وقال لي أنا سأدفع عنك ذكات مالك هو كده بيهديني بيهبني هذا المال ويدفع عني ذكات الفقراء فإذا كنت أنت بتعمل كده فده إن شاء الله يكتب لك في ميزان حسناتك وإن شاء الله يكتب ليك بإضافة إلى هذه الرعاية وهذه الكفالة التي إن شاء الله تكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة كمان يضاف إليك صدقة يربيها لك الله سبحانه وتعالى حتى تصير كالجبال فده جائز وليس فيه مشكلة أستاذ دينة من القاهرة ألو ألو السلام عليكم ازاي حضرتك يا فضلت الشيخ أهلا وسلام بحضرتك يا فانت كنت أريد أسأل حضرتك تأتي بحضرتك في القيامة وعملت شاهد وأقرأ كل أنك في الفاتحات ويبقيت بصلي وأصلي طيب أستاذ دينة مجر حضرتك تتكلمينا مرة تانية وإن كنت أنا عرفت أن حضرتك بتسألي عن بعض الأحيام غير اللطيفة فاتصلي بنا تانية أستاذ دينة وفي العام كده في الكلام العام لما يكون حد عنده كثير من الأحوال بيتجيله حاجات بتكون أقرب إلى الكوابيس وأقرب إلى الأحلام المفزعة عندنا شوية سنن سنن الأولى أننا نستعد قبل ده وإحنا عندنا شيء مجرب جدا جدا وهي مسألة قراءة الفاتح أن نقرأ قبل النوم الفاتحة سبع مرات ونقرأ المعوذتين ونقرأ كله والله وأحد وناخد كل سنن كل سنن النوم حاجة تانية أنه لما يحصل الكابوس ده أننا إذا أفقنا ما نلتفتش إليه ولا نطلب تفسيره وندفن عن يسارنا ثلاثة مرات ثم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده بهذا الشكل مع عدم الالتفات وعدم محاولة ولا الجري ولا هذه الأحلام إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا تشعى الله إذن يا سادة نحن نريد أن نتمسك ويكون عندنا مناعة نفسية ومناعة نورانية وده مش هيجي غير بالذكر وبعدم الالتفات واليقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى فاصل ونرجع ونكمل معكم أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذة هبة وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله وحديك طيبة وبصحة وبسلام وبهنة اتفضلي طيب انا معايا سريع اروب وطيبال والدي بيزرعوا طيب بس في بقى حضرتك حاجة انا دلوقتي معايا اربع خواتم مثلا وحلق اه طيب انت عايزة تكلمها اطلعوا طب حضرتك بسمين ساعة اطلعوا للاختي اختي يعني حاضر اجاوب حضرتك حاضر والسؤال الثاني طيب اه بعجزني حضرتك اه انا انا دلوقتي اه لي اختي اه اه يعني متيسرة هي حالتك ويستة ومتيسرة دي اختك التانية غير اختك الاولانية اه اه احنا خمس بنات وما نسخ وقت ما شاء الله الله واكبر اه الله يخليك والدلوقتي انا اه يعني ما بتتلمنيك وزعلانا مني وانا ما بزعلها ما عملت الهاس والله حاجة طيب انا باللعكس انا بدعي لها والله رب نهدلها لنفها و فانت بتسأليني دلوقتي فانت بتسأليني دلوقتي ازاي تتعامل معها وهي بتتعامل معك كده صح كده اه انا زعلانا بس ان هي دلوقتي في رمضان وبتتلمني اقولك 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 تعملي ايه حاضر حاضر يا سيد زهيبا السؤال لأولا انا حاديك بتقولي الخواتم اللي انت لابساها ازاي هتطلعي عليها زكاة ما اطلعيش عليها زكاة لان الحلية حلية المرأة اللي هي بتلبسه ما يعوش زكاة ليس من اموال الزكاة لان ده مال من اموال القنية زي ما يبقى الواحد معه التابلت بتاعه زي معه اللابتوب زي معه عربيته زي معه شائته ده ما مطلعش عليها الزكاة لان ده من اموال القنية الحاجة التانية بقى في الارض بقى الارض دي بنطلع على الريع بتاع الزرع بعده بعد ما نخصم التكلف ونطلع بدلا هي بتسقى بالآلة ونطلع 10% من الريع اللي بيطلع ده بعد ما نخصم التكلفة طب ولو التكلفة خدت يبقى خلاص على الزكاة يبقى ده السؤالين بتاع الأستاذ زهب أما مسألة بقى إزاي تتعامل مع أختك ببساطة خالص أن البنات أسهل التعامل معهم هم بيرجعوا لما بيرجعوا بيرجعوا بسرعة استمر أنت في وصلها واستمر أنت في الإحسان إليها واستمر أنت في الاتصال بيها وأن أنت تحسين إليها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام المفترجة إن شاء الله ربنا يكرمها ولكن أقولك سر لطيف ادعي لها في كل سجدة من سجدات صلاتك ده هيشرح صدرها إن شاء الله ويصلح حالها معنا السيدة مسيد حاجة مسيد سامو عليك بس أنا أتمنى على حضرتك أن حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون لو تكرمتي ماشي ماشي أنا وطيته بقول له حضرتك تفضلي أنا معي مبلغ من المال طيب حطه في البنك في شهادة وديعة طيب عشان معي عريس أجهزه شقته وأجهزه به يا سلام ربنا يديك الصحة هو العريس اللي معيه ما شاء الله والاقوات إلا بالله عنده 25 سنة 26 سنة كتب ما شاء الله وهو مش رضي يتجوز دلوقت بقول له ومصراحة ما بيشتغلش طيب مش رضي يتجوز دلوقت طيب سؤالك سؤالي المبلغ دي أنا سألت كذا شيخ عندنا في البلد بتاعتني بقول له عليه زكاة ولا لا قال لي لا مع له زكاة وهو ابن ديه متدين شوي ويقول لي لا المبلغ لازم أن يبقى عليه زكاة بص يا حاج الفلوس اللي انت شايلها عشان هو يتجوز لو هو فعلا بيتجوز وإحنا هناخد الفلوس دي نحطها في جهاء نحطها في شراء الشقة ولا في شراء العفش ولا في الكلام ده ساعتها مش هنطلع عليها زكاة أما وإنك انت حطاها لما ربنا يهدي وصدره يتشرح لي الجواز ولما يحب يتجوز ونفسه تروح لي الجواز لا لو احنا سيجين الفلوس دي زي أي فلوس تاني فالفلوس دي هيطلع عليها زكاة وإذا كنا بننفق من الأموال بتاعتها لأن هي وديعة نطلع عشرة في المية من الريع كل من الريع يجينا نطلع عشرة في المية منه كل من الريع يجينا نطلع عشرة في المية منه خلاص يا حجة مين أستاذ روان من القاهرة تتفضل عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سلام وحضرتك طيب وحضرتك طيب يا فندي أقول لحضرتك على حاجة يا سيدنا الشيخ الوقتي أنت في سؤال في الحلقة بالنسبة لأنا كنت والدة مرت والموضوع ده كان من 18 سنة وكنت والدة وقالوا لي في رمضان لازم ما تبقيتن 40 يوم تصومي بعد كده شفت في الحلقة بتاعت حضرتك قلت لا أنا قلت كده لو وقف أنا ما كانش عندي خلفات بالموضوع ده وللأسف أنا ما صمتش ولا حاجة حالين أنا كبرت في السن كمان يعني أنا حضرتك حاجة 50 سنة فأنا الوقتي يعني أنا ممكن أطلع عليه الفلوس ولا لو أنا صمت الستة بتقول شوال ده يغني عنده حال أنا ما أعتقده هو مش هيغني لأنه دي حاجة نواسل هو حضرتك يا ستة روان جاي بتجاوبي بتسألي وبتجاوبي يعني أنت أولا أنا مش عايدة باين جاهل حضرتك يعني أنت دخل السؤال بإسماني لا لا خلينا جاوب خلينا جاوب على حضرتك جاوب على حضرتك أولا 50 سنة ده مش كبير بدل أنت عندك صحة تصومي صومي بتسأليني بقى لو أنا صمت الستة البيض هل دولة يغنوا عن الستة أيام اللي أنا أفطرتهم زمان في رمضان أو عن أيام اللي أنا كنت أفطرتها في رمضان لما كنت حامل آه يغني ويتكتب لي كمان ثواب الستة من شوال آه إحنا بنفتب ده أن أنت لو صمت لو المرأة صامت القضاء اللي عليها في شوال يقع لها الثواب لأن إيه اللي حصل هي فعلت ما قاله حضرت النبي من صام رمضان ثم أتبعه الستة من شوال فكأنما صامت ظهر كلها فخلاص هي عملت الآله حضرت النبي وربنا رزق واسع وفضل واسع سبحانه وتعالى ولذلك آه يغني لو أنك أنت قضيتي في الستة في شوال إن شاء الله يقع لك الثواب إن شاء الله يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة أوي مهمة وأنا بأراها من ألطاف الله الإخفاق يا سادة مش منع من عطاء الله ولكن الإخفاق ده بيقوي عضلات المناعة النفسية عندنا في ناس كثيرة لما بيخفقوش بيبقوا هشين من الداخل الإخفاق ده ربنا كتب علينا عشان نزداد يقينا بالله ونزداد مناعة ونزداد إقبالا على الله ونزداد ثقة بمدد الله يلا شمروا وعيشوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا الدرس من سرته إن الإنسان في الإخفاق ما بيفضلش منكسر وبيفضلش عاجز لكن الإنسان في الإخفاق بيمسك بحبل الله المتين ويتمسك بمدد الله ويقوم ويسير في حياته وهو كاتب على قلبه ماذا؟ اللهم أنت الصاحب في السفر يا رب اجعلنا دايما من أهل الحكمة إذا أخفقنا وتجعلنا يا رب من أهل الفضل وتعالوا ندعي ونقول يا مالك قلبي حشاك أن ترضى بوحلة زنبي وغرقي فيك آبتي وكربي فغس الفؤادي ومهجتي من كل غفلة ومشغلة وشهوة عن تجليات ودك وجميل نظرك إذا شغلتني عنك واجعلني يا ذا الجمال غارقا في شهد الوصال يا رب العالمين اجعلنا على الدوام غارقين في شهد الوصال ويا رب اجعلنا في إيد حضرة النبي وفي أنواره ودايما نقول له وحق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا رب اجعلنا دوما في أنوار حضرة النبي واجعل أنواره ترسم لنا طريقنا وتفتح لنا أبواب سعة الرزق وسعة الصدر وراحة البال يا رب العالمين أكرمنا على الدوام بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين